تنام على وقع القذائف وتصحو على وقع الدمار تعز المدينة التي تدخل عامها الثاني وما تزال المعاناة الإنسانية هي الثابت الوحيد في معادلة الحرب التي فرضت عليها وفي ظل استمرار القصف العنيف من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع لا يزال سكانها في مرمى القذائف اليومية منظمة أطباء بلا حدود قالت أن نحو 700 مدني على الأقل أصيبوا جراء القتال الحاد في تعز بعد مرور شهرين على قرار وقف إطلاق النهر وأن المرافق الصحية التابعة لها عالجت عددا هائلا من الأشخاص بلغ عددهم 1624 معظمهم إصابات ناجمة عن القتال المكثف وقرابة نصف هؤلاء الأشخاص هم من المدنيين وأن غالبية المرضى أصيبوا بالصواريخ التي ضربت سوقا مكتظا في تعز المواد الغذائية والصحية هي الأخرى لم تصل في ظل الحصار الذي تفرضه الميليشيا على المدينة الأمر الذي يزيد من تدهور الوضع بشكل مخيف وكيل المحافظة رشاد الأكحلي قال إن معاناة أبناء تعز تحولت إلى مأساة بعد أن تجاوزت عامها الأول وأن تعز لا تزال تواجه وحشية الميليشيا من خلال الحصار الخانق الذي ترتب عليه إفقار منظم للسكان وكان أثره كبيرا على مجمل حياة الناس المعيشية والخدمية إذن لا يمر يوم على هذه المدينة دون أن يدفع أبناؤها ثمن المقاومة المشاريع الموت والقتل المنهج ولا تزال الحرب تحصد أرواح الأبرياء يوما بعد آخر ترجمة نانسي قنقر